كثيرا ما ترددت في الأروقة السياسية في العراق عبارة الجدول الزمني لخروج القوات الأمريكية وتطلق الشعارات لأجل ذلك ليكتشف بعد فترة من الزمن أن هذا الجدول مجرد استثمار سياسي تنسفه الحقائق ومجريات الأمور مفاجأة جديدة تفجرها صحيفة ذكرايدل الأمريكية عن مساعي أمريكية حالية لإنشاء قاعدة عسكرية جديدة في الأنبار بالإضافة إلى توسيع قاعدة عين الأسد الموجودة أساسا غربي المحافظة تحت ذريعة محاربة تنظيم داعش الصحيفة كشفت أن القوات الأمريكية وبعد إعلانها سابقا نيتها الانسحاب غيرت موقفها لتتحرك نحو إنشاء قاعدة عسكرية تقع في منطقة الجزيرة الغنية بالنفط أي بعبارة أوضح الأمريكيون باقون في العراق ليس فقط برضى الأحزاب السياسية وإنما بمطالبتها بهذا الأمر خبر القاعدة الجديدة يعيد إلى الأذهان ما ذكرته صحيفة World Street Journal بشأن تأييد رئيس الحكومة محمد سوداني وجود قوات أمريكية في العراق لأجل غير محدود مشددا في مقابلته مع ذات الصحيفة على حاجة العراق لقوات أمريكية من أجل مساعدة الجيش الحكومي والاستمرار في تقديم الدعم له لكن ماذا عن شعارات الميليشيات التي تطالب بخروج القوات الأمريكية وتعزف على هذا المنوال منذ فترة طويلة يجيب عن ذلك معهد واشنطن لدرسات الشرق الأدنى حينما ذكر أن الأحزاب تتظاهر علانية بالمطالبة بخروج القوات الأمريكية وفي السر تتمسك ببقائها ذات المعهد ذكر أن الميليشيات الولائية جمدت كل هجماتها ضد المصالح الأمريكية واتجهت إلى بناء امبراطوريات مالية لها عبر تعزيز نفوذها الاقتصادي في مختلف المجالات وهو ما يجري منذ تولي السوداني رئاسة الحكومة وشركة المهندس والتخصيصات المالية السرية المليارية لهيئة ميليشيا الحشد خير دليل